السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في الصفحة 139 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي إذن لدينا هنا أربطوا بما يناسب السياقة إذن لدينا لبى وردى ولدينا جمل أجاب سعيد عن سؤال الأستاذة وأجاب سعيد دعوة صديقه إذن هنا لبى معناها أجاب يعني عندما يدعوك شخص ما إلى وليمة أو إلى حفل أو غير ذلك فأنت تلبي دعوته إذن لبى هي أجاب سعيد دعوة صديقه رد يعني رد هي أجاب كما نقول مثلا رد السلامة رد هي أجاب سعيد عن سؤال الأستاذة يعني عندما سألت الأستاذة أجابها سعيد أي رد عن سؤالها عن سؤال الأستاذة فالأستاذة سألت وسعيد رد أي أجاب عن سؤال الأستاذة نمر الآن إلى أصل الكلمة بالشرح المناسب منبع هو مصدر يعني يمكن يقول منبع منبع مثلا العين أو منبع الماء يعني هو مصدر الماء يعني لا يأتي ما هو مصدره ثم تمنح أي تعطي نمر الآن إلى أفهم ما سبب خروج الثلاميذ إلى الغابة ما هو السبب الذي جعل الثلاميذ يخرجون إلى الغابة ثم السؤال الثاني ما الحكمة التي رددها الجميع يعني ما هي الحكمة التي قاموا بترديدها جميعا عندما قاموا بزرع الشتائل في يوم عيد الشجرة إذن ما سبب خروج التلمذ إلى الغابة سبب خروج الثلاميذ إلى الغابة هو عيد الشجرة إذن في عيد الشجرة خرجت ثلاميذ إلى الغابة ما الحكمة التي رددها الجميع عند نهاية الاحتفال بيوم الشجرة وهي الحكمة التي رددها الجميع يعني جميع الثلاميذ بمستاذته وبيحارس الغابة هي شكرا لكل يد تزرع ولا تقطع يعني نشكر من يزرع لا من يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة يعني قامت القيامة صفي إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليزرعها ونستطع يزرعها يزرعها يعني إذا كان شي واحد وقامت القيامة صفي غربت الشمس من طلعت الشمس من مغرب ديالها وغير ذلك وفي يدي أحدكم فسيلة يعني واحد العود ديالشجرة ولا هذه واستطع أنه يزرعه في الأرض فليفعل ذلك فما بالك والقيامة لازالت لم تخل إذن فالزراعة فهي مفيدة للجميع نمر إلى أملأ الجدول لدينا أشجار غابوية وأشجار بستانية أشجار غابوية يعني ممكن أن نزرعها وممكن أن وكذلك الأشجار بستانية يعني التي تستعمل في البستان لأن هناك بستان نعريب بستان هو الذي يبيع الأزهار والشتائل وغير ذلك شجرة التفاح شجرة البلوط شجرة الصنوبر ثم شجرة البرتقال من الأشجار الغابوية يعني التي تكون غابة هل هي شجرة التفاح هل تتكون من أشجار التفاح أم من أشجار البلوط أم من أشجار الصنوبر أم من أشجار البلوط إذن فأشجار الغابوية هناك شجرة البلوط شجرة البلوط هي من الأشجار يعني التي مزروعة في المغرب بكترة إضافة إلى أشجار الكاليبتيس وغيرها فهي شجرة غابوية أشجار البلوط شجرة غابوية ثم شجرة الصنوبر شجرة الصنوبر كذلك فهي من أشجار الغابوية وهذه تكون في المناطق يعني الجبلية يكون فيها البرد والثلج وغير ذلك أما بالنسبة لأشجار البستان يعني بستانية فهي شجرة التفاح شجرة التفاح يعني مناطق المشهورة بزراعة أشجار التفاح الأطلس وكذلك شجرة البرتقال شجرة البرتقال إذن أدنا أشجار غابوية شجرة البلوط وشجرة الصنوبر أما الأشجار البستانية فهناك شجرة التفاح وشجرة البرتقال لأن ننتقل إلى أنجز أقرأ وأجيب بأفعل أو لا أفعل يعني هذا نقرأ الجملة ونرى هل أقوم بفعل ذلك الفعل أم لا أرمي القمامة في الغابة هل يحق لي أن أرمي القمامة في الغابة هذا الفعل سيسبب أمراضا إذا ما تراكمت القمامة في الغابة سيسيء إلى منظرها وكذلك قد تموت بعض الشتلات نتيجة تلك القمامة إذن فهذا فعل غير صالح إذن فأنا لا أفعله إذن لا أفعل هذا الفعل لا أقوم برمي القمامة في الغابة أو في أي مكان فالقمامة لها مكانها المخصص أسقي أزهار الحديقة إذا كان لدينا حديقة أو يعني في المنزل أو في المدرسة فأقوم بسقيها فهذا عمل محمود إذن فأقوم به إذن أفعله إذن نذهب إلى أبحث أبحث عن أسماء بعض الأشجار الغابوية والبستانية الأخرى لأنهم ذكروا لدينا من أشجار الغابوية ذكروا البنوت والصنوبر والبستانية ذكروا التفاحة والبرتقال إذن من الأشجار الغابوية أيضا هناك شجرة السنديان شجرة العرعاري شجرة الصفصافي كذلك شجرة الأرزي هذه من الأشجار الغابوية يعني نجدها في الغابة كذلك من الأشجار البستانية يعني التي تزرع في البستان ويعتنى بها ويقوم البستاني ببيعها لمن يريد أن يزرع مثلا في حديقة بيته أو في منزله أفوا أو في مكان ما إذن أشجار البستانية هناك شجرة اللوز اللوز معروف ثم شجرة المشمش ثم شجرة الرمان وغيرها من الأشجار البستانية التي مثلا شجرة التيني شجرة العناب وغيرها من الأشجار البستانية ترجمة نانسي قنقر